أميت أصدى يتحدث عن أنه إذا ما فازت المعارضة في الانتخابات وإذا ما تولوهم زمام الأمور فإنه هناك بعض من السوريين والعرب أصحاب محلات داخل تركيا يقول في البداية سنسألهم عن الضرائب التي لم يدفعوها طيلة العشر سنوات سنأخذها منهم ثم بعد ذلك سنقدر سمن هذا المحل طيب وضعوا له سمن لم يدفع هذا الرجل الضرائب يخصمونها من الضرائب أو يقول سنأخذه منه لأنه لم يدفع الضرائب طيلة العشر سنوات التي كان يتواجد فيها أردوغان بالحكم هذا هو توجه المعارضة التركية